اجتمع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن ديناء المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مع معالي الدكتور تيدروس أدهنوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخلال الاجتماع أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن ديناء تزاز مملكة البحرين بزيارة مدير منظمة الصحة العالمية التي تعكس عمق التعاون بين المملكة والمنظمة وحرص المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على تعزيز هذا التعاون في المجالات المشتركة بين الصحة والبيئة وأشار بن ديناء إلى أن مملكة البحرين نجحت في إدارة المخلفات الصحية النتجة عن رعاية ومعالجة المصابين بفيروس كورونا في كافة القطاعات مضيفا بأن منظمة الصحة العالمية قدمت الدعم الفني لمملكة البحرين في إعداد القرار الوزاري بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية من جانبه عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة لمسندة الخطة الوطنية التي نفذها فريق البحرين بتوجيهات سامية من جلالة الملك المفدى وبدعم وإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل تصدي لجائحة فيروس كورونا مؤكدا أن هذه الجائحة تحتاج لوقفة شمولية تتعاون فيها جميع مكونات الدولة وأفراد المجتمع وهذا ما نجحت به مملكة البحرين وكسبت من خلاله الإشادات والسمعة الطيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر